في الاهلي اذا. دا ما فيش حد اهم في الاهلي. ماشي. اه في مصر. انا حس ان انا سألته سؤال صعب اوي. اه. يعني بص على الزمالك. بص على المصري. بص على الاسماعيلي. بص على الاتحاد. بص على يعني ممكن. سح? حاش بيعجبك خالص? اه مش محدش بيعجبني. يعني في في ناس في كزا فرقة بص مش مش اللي هم يعني اللي اقول عليهم يعني عندنا احسن منهم بكتير. لا انا بقارنش بينهم وباللعابة الاهلي. خالص. انا بتكلم ده العيب بيعجبك. اه. يعني بتفرج على الفرقة كزا اه بيعجبك كزا. الفرقة كزا بيعجبك كزا. بفرجش على حد والله. اما بتلعب قدامهم. ما لاش تفرج يا عم. ما بتلعب. ايش اه. ما بتلعب قدام بيرامدس. 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 ممكن ابراهيم عادل. كويس اه. اه. في الزمالك. في اه. في زيزو. في ناصر مهر. بس. زعلت الناصر مهر مش من الاهلي? لا ما زعلتش يعني. ما زعلتش. بس هو بيعجبك كالعيب. اه. ولعب كويس جدا. اه. ووقتها كان هو بيدور على اللاعب يعني كان عايز يلعب. ودحقه. اه. فبس لعبك كويسة جدا. يعني بعجبك بيرامدس. زيزو وناصر مهر من اه نادي الزمالك. ما قلت ليش عبدالله السعيد. وعبدالله صاحبك يعني. عشرة عمر. عبدالله. العلاقة اثرت انه رحش زيزا ملك. لا يعني العلاقة بينا كلها ود واحترام ومحبة يعني. اه بس. اه. عبدالله من اللاعبة. من ايام الاسماعيلي يعني من اللاعبة الكويسة جدا. اه طبعا. اللعبت جنبها يعني. يعني أنه محافظ على نفسه الحد دلوقتي ومحافظ على مستوى ده حاجة كبيرة جدا نستحق التحقيق طبعا